أفدى تلفزيون الأخصى اليوم الأثنين أو أمس الأثنين أفدى بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم البوريج كما أفدى مراسلنا بأن الدبابات الإسرائيلية وجهت نيران مدفعيتها المرابضة في محيط الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في حي تل الهوى وجهتها باتجاه منازل المواطنين في الحي وباتجاه منطقة الصبرة المجاورة وقالت وزارة الصحة في غزة إن أربعين فلسطينيين قتلوا جراء الهجمات وأصيب مائة وخمسون آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط فيما أعلنت الوزارة ارتفاع عدد القتل الفلسطينيين في الحرب منذ السابع من أكتوبر إلى ستة وثلاثين ألفا وأربعمائة وتسعة وسبعين قتيلا بينما زاد عدد المصابين إلى ثمائة وثمانين ألفا وسبعمائة وسبعة وسبعين شكرا شكرا شكرا